السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزيف البنات الرضع في اول اسابيع بعد الولادة مشكلة بتقابل كتير من الامهات. في الفيديو ده هنعرف ايه الاسباب وهل في خطر ممكن يصيب الطفل النتيجة لهذا النزيف وايه طرق العلاق. انا دكتور حازم رجب استشاري طب الاطفال تابعوني. ياريت قبل ما نبدأ في مشاهدة الفيديو ياريت نعمل اشتراك في القناة وما تنسوش تعملوا شير للفيديو ممكن يفيد حد من اصدقائنا. مشكلة النزيف الدم من المهبل عند الاطفال الرضع مشهورة جدا في البنات الرضع بعد الولادة. الموضوع بيبتدي تقريبا عندي رابع لخامس يوم. ممكن يستمر كام اسبوع. هناخد في الفيديو ده في الفيديو ده اسباب نزول دم في المهبل. البنات بتبقى دمها في هرمونات الانوسة اللي اتنقلت لها من الام للجنين اثناء الحمل عن طريق المشيمة. الطفل بياخد فترة ايام عبال لما الهرمونات دي تختفي من جسمه او جسمه يتخلص منها. لما الطفل يتخلص منها يبتدي يحصل اه نزيف لي اه من المهبل بتاعها. وده امر طبيعي بياخد تقريبا ايام لكم اسبوع. لكن لو الموضوع استمر اه لو الموضوع شديد لازم نستشير الطبيب. طب هل في اسباب تانية بتسبب نزول الدم من المهبل فيه عند الاطفال الرضع. ممكن يكون الطفل عنده سيولة وعنده امراد دم. هتلاقي الطفل مثلا بينزف من حتة تانية لقدر الله ممكن يكون عنده اه او عندها الطفل الرتاع دي عندها نزيف على المخ او نزيف من الانف. برضو من ضمن الاسباب ان فيه التهابات في المهبل وحوالين فتحة الفرج. ده بيحصل برضو نتيجة لان الامهات بتغلط وتيجي تمسح اللستول او البراز بتاع الطفل فبتجيب بما تيجي تمسح بيجي تمسح من الخلف للامام. يعني بتودي البراز على فتحة المهبل. وده ممكن يعمل التهابات شديدة ويسبب رائحة كريهة وافرازات صفرة زائد حدوث الدم. من ضمن الاسباب اللي تسبب نزيف المهبل اللي هو قصور الغد الدرقية عشان كده احنا بنعمل تحليل كعب الرجل في اول تلات لسبعة ايام في الصحة. طبعا لو في دخل جسم غريب جوه المهبل ممكن يسبب النزيف. كمان الديدان الشراطية ممكن تأدي الى آآ نزيف وحكة جمدة في المهبل. لانها بتخرج من فتحة الشارج وتستقر في المهبل. العلاج زي ما قلنا ان الموضوع بمش بحتاج علاج بياخد ايام وبيختفي. لكن لو الموضوع استمر لازم نستشير الطبيب. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.